اهلا اعزائي المشاهدين من جبل التطويبات راح تكون دراستنا عن عزة المسيح على الجبل قبل ما نبتدي نتكلم عن اعظم معلم عن اعظم تعليم حابب اعطي خلفية عن هذه المنطقة احنا منعرف ان يسوع كان موجود في الناصرة وترك الناصرة وجاء وسكن في هذه المناطق بالتحديد في كفر نحوم لكن كان يجول يعلم ويكرز ويشفي فهذه اللي كانت المناطق اللي بيتحرك فيها الرب يسوع المسيح واحد من هذه المناطق وهذا الجبل في عزته الشهيرة العزة على الجبل جبل التطويبات وانا موجود حاليا في الكنيسة طبعا عند المدخل هذه الكنيسة جميلة من جوة ومن برة ذات الاعمدة الجميلة التي تزين هذا المكان وايضا داخل الكنيسة الشكل المثمن نسبة الى تمانية تطويبات اللي ذكرها الرب يسوع المسيح في الاصحاح الخامس من انجيل متا المسيح كان بيتحرك في هذه المناطق خلي بالك انه ظروف البلاد كانت تحت الحكم الروماني هذه المنطقة كان بيحكمها هيرودوس فليبوس اخوله هيرودوس انتيباس هذه المنطقة كانت تعتبر يعني مسالمة نوعا ما او هادية نوعا ما شيء اخر انه هذه المنطقة كان فيها طريق رئيسي يسمى فيا مارس طريق البحر اللي كان بيربط قديما بين العراق وبين مصر وطبعا هذه الاراضي المقدسة كانت تعتبر مثل ساندوج يعني موقع استراتيجي مهم جدا بيربط ثلاث قارات في بعض فالمسيح طبعا اختار هذه المنطقة من ناحية استراتيجية لانه كان في سياح وفي تجار بمروا من هذا المكان بشكل مستمر عدعا الطريق الرئيسي كان في مجامع يهودية في معظم المدن حول بحيرة طبرية وجزء كبير من هذه المدن كانت شمال بحيرة طبرية لانه كانوا تحت الحكم الروماني فكان فيه كتائب رومانية وقواد مئات اللي بيحرصوا المناطق من مكان الى مكان الخلفية طبعا انه كان كتير ناس مزدحمة حول هذه المنطقة حوالي تسع مدن رئيسية عادة يمكن مش اقل من متين قرية في هذه المنطقة منها المجدل عند طبعا ساحل جنسرات المجدل اللي هو اجاءت منها مريم المجدلية كفر نحوم اللي كانت مسرح الاحداث لتعليم ومعجزات الرب يسوع المسيح وكانت طبعا وطنه الثاني الطابغة اللي هي مكان اشباع الالاف في بيت صيدة اللي اجا منها التلميذ مثل بطرس واخوه يحنى واخوه فيه كنايس كتير حول البحيرة منها كنيسة التطويبات كنيسة الرعاية لمار بطرس وين المسيح ظهر للتلميذ بعد القيامة فبتشوف اثرات وبصمات المسيح في كل مكان في هذه المنطقة وطبعا المعجزات بتشهد عن عمل يسوع المسيح اللي مشى على الماء هدأ العواصف اشبع الالاف اخرج الشياطين شفى المرضى علم اجمل التعليم وقال اقوال لم يقلها احد فلكن كل الظروف السياسية كانت متعبة بشكل عام لانه كانوا تحت الاستعمار الروماني من ناحية تاني الخلفية الدينية كان فيه فئات كتير من المتدينين وطبعا المسيح كان بهاجم مظاهر التدين الخارجي او اشكال التقوى الخارجية دون الجوهر لكن ما مننسى جمال المنطقة بحيرة طبرية وجمال هذا المكان اللي رب يسوع المسيح اختار انه يتكلم بعزته على الجبل ابقوا معي سأواصل حديث عن الخلفية بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة